تولي مصر أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية باعتبرها قضية محورية لمصر وتبذل مصر جهودا حثيثة منذ تصعيد الإسرائيلية بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي من أجل توصل لوقف إطلاق النار في القطاع القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر وارتباط مصر بها هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم ومنذ التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تبذل مصر بقيادة الرئيس السيسي جهودا حسيثة من أجل توصل لوقف لإطلاق النار في القطاع مصر تعمل كذلك على تجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني فضلا عن جهودها لتقديم المساعدات للأشقاء من خلال فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرح والمصابين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني كما تواصل مصر دائما اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية لغزة واستعداد مصر للتعامل مع ذلك عبر معبر رفح وهو ما سوف تؤكده مصر خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنترو بلينكل للمنطقة ومصر لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط من أجل عدم اتساع الصرع كما ستعيد مصر التأكيد الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ قمة القاهرة للسلام على أهمية بدء مصار سياسي بين إسرائيل وفلسطين ترعاه وتشارك فيه الأطراف ذات الصلة ويقود لحل الدولتين بالإضافة لذلك ستؤكد مصر على ضرورة الحد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة والتوسع في إنشاء مناطق آمنة وما تقوم به مصر الآن في هذا الصدد داخل القطع كذلك ستعيد مصر التأكيد على رفض التهجير وإعادة التوطين خارج غزة مع الحصول على تصريح من الجانب الأمريكي يساني لتوجه مصر في هذا الشأن وبخصوص الرؤية المصرية المتعلقة بإدارة غزة فسيتم طرح أفكار المبادرة المصرية فهي الأكثر واقعية في كل ما طرح من أفكار خاصة حيث ترى مصر أن تكون هناك إدارة موحدة للضفة وغزة ودور للسلطة الفلسطينية وهو ما تتبنىه أيضاً الإدارة الأمريكية ويمثل مساحة للتنسيق المشترك بين البلدين وبخصوص حركة الملاحة في البحر الأحمر فستوضح مصر حجم الخسائر التي تتعرض لها نتيجة هجمات قوات الحوسي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على الملاحة في قناة السويس ترجمة نانسي قنقر